اشتركوا في القناة اخوتي واخواتتي السلام عليكم القضية اليوم في صفر بناء المدينة القناة ومشيها بالطبط في عام 2005 البوليس بعدما جاءتهم واحد بلاغ من ثلاثة دراني كانوا يلعبون كرة في الطريق يلعبون بالطبط في الطريق المهدية يعني واحد بلاثة خاوية خالية من الباشرة قد رأيتك يلقى واحد السيد مقتول ومليوه في ذلك بلاثة البوليس مباشرة اتقلوا على المكان اتقلوا إلى ذلك بلاثة وفعلا عالقوا هذا السيد هذا مقتول وحسب المعينة الأولية اللي بدأت على الضحية لقوا أن السيد في عمره ما بين 27 حتى 30 سنة السيد كان مطعون طعنة واحدة على مستوى العنق طعنة غائرة طعنة غرقة السيد كله عمره طعنة غرقة اتقلوا كذلك في الجياب السرواله بلاثة 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 البوليس عارفوا بأن هذه الجريمة موقعتش بدافع السرقة يعني الفلوس كانوا عنده في جيبه وعنده في بلاثة بلاثة مخبيرة اللي عارفه البوليس عاود هو أن الجريمة وقعت في هذه المنطقة وقعت فيها يعني ماشي الجده يعني استيقظ في بلاثة خرعات نقلها في بلاثة هذه واللي يجب أن يتأكد بأن الجريمة وقعتما وهذا كواء مصرحة الجريمة الأصلي وأن الدم كان كثيرا البوليس بدأوا يمشوا في المنطقة كاملة يقلبوا فيها ولكن ما يجبوا لتعاونهم في القضية فقط كان شيء آثار ذي الروايط وهذا يجب لهم يشكوا بأن القضية قدرة تكون قضية انتقام قضية تصفية حسابات وكي يقدروا يوصلوا لشي خيط يعني شي بيس مني بدون التقيقات يعيطوا له الدراري وعيسوا لهم ملون يعيسوا لهم حتى الناس القراب من ذلك المنطقة منطقة المهدية تقليف البحر يشوفوا وسمعوا شي حاجاتها سمعوا شي حد كغوات الدراري يقولوا أنهم كانوا عادي يجبوا باش يلعبوا الكغرافة هذه جاء واحدة يتفاجأوا بالسيد المقسول ولكن في هذه اللحظة لم يجبوا الشي واحد يدور في هذه المنطقة لا تنموبيل لا غاشي دايز لا والو إذا ما كنوا هذا السيد وما كنوا يقتلوا بذلك طريقة هذا الشيء اللي سنعرفوه في التفاصيل اللي جاي من بعد نخليوا هذا الشيء وعنمشون نتعرفو على واحد سيدة اسمتها سلوى السلوى كان في عمرها 31 سنة سكنة في حد فيلا اللي خارجها على المدينة سكنة في الطريق دي المهدية الفيلات اللي قرب المحر كانت سكنة مع والدها وعندها جوج دي الخوتات كبرت سلوى وصوحت العائلة لباسلها من طبقة تارية ما شيء من الناس اللي بساط أو الناس اللي متواضح وخهكاك سلوى ما اضطرش في هذا الشيء ما كانش أصلا كتهتم بالمظاهر نهاية كانت إنسانا اللي مطلقها إنسانا اللي شعبية بزاف وعندها صحابات من جميع الطابقات وهذا الشيء اللي تعرف على بزاف دي الناس ولا دوب ناس خصوصا من اللي اخذت الإجازة دي لها وخدمت في الشركة دي لبها بحكم أنها هي الكبيرة بين خوتها حتى الأمة اللي في الشركة كانت تعزيز عليهم هذه البنت بزاف بنت متواضعة وهي اللي كتحل لهم المشاكل دي لهم مشاكل اللي عندها مصد الشركة لكان شيء مشكل لكيز اموها اليائية هي كتوصل الباق وقعت الأمور هكت حتى الوحد النهار جاء عندها واحد سيد للشركة باش يدوز واحد لانتخذ وفعلا دوزت مع هذه المقابلة ورقعت بأن السيد قارم جيدا السيد عنده كفاءات مهنية ولكن المشكل اللي كان عنده وانا ما كانش عنده الاكسبرينس ما كانش عنده جريبة والبوصل اللي كانوا طالبينه خاص على الأقل تكون عندك واحد جريبة دي لخمس سنين يعني فايت خدام شي شركة دوزت معهم على الأقل خمس سنوات دي لالعمل دي لالخبرة جاءت له بطرحة لي أنه يدوزوا ستاج عندهم السيد رفض قالها بأن الظروف دي لالمادية ما كتسمح لهش باش يخدم بلا فلوس الستاج ما كيكونش مؤدعان يعني خاصه ضروري شهرية اللي غدا تعاونه قال لها رأى الأم دي اللي مريضة بزاف وخاص هدوة وكين مصاريف خراه الأب دي اللي رحمياته هو اللي كان هاز العائلة مهم البنت سلوة بقى في هذا الولد بزاف قررت على أنها تعاونه وتضبر له على خدمه هذا تضبر له في شركة دي اللي واحد صاحبته وبصالير اللي هو مانقول ووعدته بأنه اللي تولي عنده خبرة وتجريبة اللي يبغيناها هم في الشركة ستتصل به باش يبدأ معه من خدمات ما هذا الشخص هذا كان اسمته عاديل السن دي اللي سستة وعشرين سنة وسكن في واحد الحي الشعبي مع أمو غير هو وياها حيث هو اللي عندها المهم عاديل ما ترددش أنه يقبل العرض يالها بشا عندهم دالوا مع توا واحد الكليسة وبدا الخدمة مع ديك الشركة دي اللي صاحبة سلوة وخاها كاك بقى عنده اتصال بسلوة حيث هي اللي تبرز عليها وهي اللي خدمته في مكان تكتخصو شي حاجة كيصون عليها بشا عادي الفرحات داروه وعاود لامو كل شي وقالت ليهموا بأن هاد السيدة خاصة نعرضوا عليها الدار زي ما باش نكبروا بها كيما كبرت بينا وحيت سلوة إنسانة اللي شعبية إنسانة اللي متواضعة كيما سبق وقالت لكم من اللي قال لها عادي الخاصة كي تجي عندنا ما نرفضتش خصوصا من اللي عرفت بأن مو مريضة وهاد العراضة هادي بحلها تكبر بيها مشات عندهم العراضة ومخلت ما جابت ليهم قلست معهم وكبروا بيحتهما ويمعجبوها الأجواء العائلية والبساطة اللي كانت تفتقدها مع عائلتها عائلتها كل واحد كان ملاحف شغالاته خواتتها كل واحدة وفين كتقرة أمها كان عندها واحد مشروع ديالها ديالتوب والواحد اللي كانت تشوف عائلتها هو أبوها والواحد اللي كانت تشوفه غير حيث تلاقيهم الخدمة أبوها هو المدير ديال الشركة يعني هو المدير المباشر ديالها أما العائلة ما كانوا يتجمعونيها عائلتها ما عمرهم قلسوا بشي طاب لا واحدة يتضاو أو يتعشو أو يفتروا ما هي من بعدها تشي هذا كامل العلاقة ديال العادي اللي سلوها بدأتك تطور شويق شوية ولو كيضروا في التليفون كيتناقشوا في مشاكلهم وكونوا حد صداقة اللي متينة صداقة قوية وهد شي اللي غادي خلي سلوها أنها تدير قاعدك شي اللي بجهدها باش تجيب عاديل عندها للشركة وها كان قاسة وكان باغي شي واحد اللي عنده خبرة كبيرة في المجال وباش تعوض الغياب ديال العاديل معها في الشركة وكانت تلاقي معها بزاف على برا لأن النظام العمل كان عندهم بجوج بحال بحال كان من 8 إلى 12 ومن جوج الستة وهذا الشي كان كي صعب عليهم من أمورية فكاش كانوا يتلاقوهم كانوا يتلاقو في الوقت هذه الغداء يتغدو بجوج به أمور ستفاش كيسالي الخدمة كانوا يديروا قهيوة يجلسوا مع بعضياتهم ومن بعد كانت توصلوا سلوها للضار بطموبيتها مع الوقت هذه العلاقة ما بقيتش غير صداقة وصافية اتطورات خصوصا من جهة سلوها سلوها بحل كان عندها شي نقص شي جفاف عاطفي كانت محتاجة لشي حد في حياتها يتغدو كل دوزتها ما بالقراية وما بالخدمة عاديل حسب هذه واللعب على هذا الوطر الحساس لعن سلوها وقدر يجعلها أنها تبدأ تبغيه وخاه كان صغير عليها بشي خمس سنين تقريبا وهي مقدر على أنه يقنحها بأن العمر مجرد عقب وأن تلاقي الأفكار والمشاعر هي أهم حاجة عنده وبالفعل ذلك الشي لي كان تكونت واحد علاقة تحب بيناته علاقة اللي صعيب أو مستحيل شي حد يهرزها وعاديل من اللي شاف الفلوس ديالها وديالبوات مولي عينيه وبغى غير يلقى الفرصة كيفاش يدير باش يتزوج بالسلوة في أسرع وقت ممكن وفعلا فاتح بالموضوع فرحات سلوة بحالها بحال أي بند بغى شي واحد اللي عمر لها حياتها بغى تخرج من عالم العزوبية وتكون الأسرة ديالها ولكن السوق حدها والسوق حد حتى عاديل أن في النهار اللي بغى تفاتح بها في الموضوع سبقها هو وقالتوا جايب لها واحد العريس آخر عريس اللي من الطبقة دياله من الطبقة اللي لباس لهم في الأول كان كيسحاب لها أن عاديل ردان لها مفاجأة وسبقها وهو اللي يهدر مع أبوها ولكن للأسف أعز كترش بأن عاديل ماشي هو اللي يهدر مع أبوها وذاك الشي علاش رفضت الطلب وقالت بصفة نهائية وقلبها كان معمره لها عاديل وفي هذا الوقت هذا عاديل كانت شاعلة فيه العافية يقول لها دعني نخطبك واذا لا تريد أن تزوجي بها واذا لا يريد أن تزوجي بها واذا لا يريد أن تزوجي بها كي تدخلوا في أمور اللي خاصة بها وخصوصا بها هؤلاء الوقت تقرر باش تجمع بها أمها وتفاتحهم في هذا الموضوع موضوع تزوج وذاك الشي اللي كان وهنا كان صدمة كبيرة لسلوى حي تلقات واحد رفض كبير من بها واحدة من أمها ان عاديل فاش عارفوش كل اللي يريد أن يخطبها وعرفوا بأن عاديل فقير عاديل ما عندوش الإمكانيات باش يعيشها في المستوى اللي يعيش فيه عاديل ما عندوش عائلة كبيرة اهنا سلوى غير تقولها له صار حاتوه بالرفض والي ديها وقالوا بأنه ما كيفكروا بحالنا عاديل تعصب ما عجبوش الحال مرضاش تم غادي قطاع العلاقات يلو بها ما بقاش يهدر معا نهاي سلوى بقى ديما كتحاول أنها تصل به ديما كتحاول أنها تراضي كتقول له هذا الاشتماع بيدي ومغسنيش نخرجها لطوع والدية وقالوا غير يصبر شوية سنحاول لقاش يحل هذا المسألة ولكن عاديل بقى مصر أنه يبعد عليها ومارضاش بالأبدي عليها بحالة طيح به ومشان مسألة المادية كلها ما عندوه هل ما عندوه حباب ما عندوه عائلة وبقيت الأمور بحال هكا سلوى بدأت تحس منقص كبير في حياتها كانت ملفا بعاديل حيث كانت تخوي عليه قلبها وكانت ديرمه بحالة أمه كانت طلب فيهم بجوج وكبشي عنهم بالطار ولكن دابا حست بواحد فراغ مور مقطع علاقته بها بقيت سلوى تحاول عليه ولاسقاه حتى يرجع معها زمنة وكي تقرب منه وكي تضغط عليه كانت تمشي عند أمه وكي تبكي عليها وتشكي عليها أمه كانت سلوى عزيز عليها ومصرفة فيها الخير وصوصا أن السيدة كان عندها الفلوس وكانت تخرجهم من الفقر تخرج ولدها وتخرج حتى أمه قلت هكك مرة مرة جاي لدارهم احتى السيدة والله رجع معاكم ماللور قلت له سلوى مادام بابا ما بغناش نزوجه احنا غدين ديروا راسنا بحل مزوجين ولو كيتلاقوا خصوصا من اللي كانت سلوى واحد ضار كبيرة وسكنة غيهية وعاديل فيها يعني هم زوجين بالأورق وكانوا كيتلاقوا مرة مرة تمام واتطورت العلاقة بينتهم ولو عايشين بحل مزوجين وراكم فاهم الأمور بلا منزلوا والدكتر قلت الأمور هكا البنت والدائرة عاديل هو رجلها بلا ورقة بلا جوج وهو النيادي له في الورا كانت بزيانة وخا كان شوية مال الفلوسها بزيانة ولكن على الأقل كان بغيها وناوي معها المعقول ولكن مور مال أبدي لها حلف حلفة واحدة باللي هاد عاديل ما عموره ما غاديكو نسيبه ما عموره ما غاديكو نراجبه صافي السيد في قلب الأمال وقالها نتفل عليها وندوز الوقت صافي ومن بعد نسمح فيها ونمشي ودك شي اللي كان دك شي اللي دار عاديل بقاع عايش معها حتى أخذ دك شي كامل اللي بقى وحلبها بزيان ومن بعد قلب وجهه من اللي بدلس كتج يتقلب عليه كتجد أنه لم يكن في دارهم والأم ديالو قتل لها بأنه علمها بأنه يخدم في شركة في شركة مدينة وما بغاش يقول لها لا اسمية الشركة ولا اسمية المدينة قلت لها بانترى مقاش يجي وكسفت لي غير الفلوس كي يجي غيره حتى النهار يدوزه معي بالزربة وكيمشي الأم ديالو كانت عارفة أنه ممشي لمدينة طانجة ولكن وصعها لكي لا تقوش وحيث هي والدها كان عندها عز من أي واحد طبيعي ستخبئ لها سلواء قاد سلواء كل مرة كبشي تسويل عليه سولية من هنا من هنا من هنا تذهب إلى دارهم ولكن صافي السيد تفعلها التليفون يعني يريد النملاء يريد الحتنى مدينة وحل السيدة بدأت تقس ودازت مدة طويلة السلواء حسيت بأنه تفلع لها خدقك الشي اللي يريد سلواء وقاد أكتئاب ما عندها لديها تعود ما عندها علامة تكل وأصلا ما عندها شكيف تدير تعود هي التي تدرى رأسها كل شيء لم يضربها أحد عليه سلواء لا تقديم لا تأكل ولا تشرب لا تدرى أن تدردها والتي ترى سيدة على رأسها في بيتها وحابسة نفسها ما كتلقى مع احد ما كتلقى مع احد وكتفكر شنو تدير وكيفاش تدير وكيفاش تتخلص من هاد الورطة اللي حطت فيها رأسها وواليدها مرحموهاش كل المرة كي يجيب لها خطة بجداد وكي يعتبوها علش مبتش تزوجي علش مبتش توافق على هاد الزواج هذا الرجل حق ما فيه ما يتعب واش مخبي عدنا شي حاجة واش وقع لك شي مشكل ما يمسل وحية هاد الضمرات وخافت شنهار اللي تشوه مع عيتها خافت انهم يعرفوا دك الشي اللي درت ودك الشي اللي كتل خطت سلو قرار باش تخوي ديك المدينة وتبعد على عيتها خاصة هتورب من الواقع ديالها خطت فلوس كاملة ومشات لمدينة كازا قلت الواليدها بأنها غدا تمشي التمات بالدلجو واتت سرحت تولي لباس وترجع عود عندها وواليدها عيد شافوا ان البنت دخلت اكتئاب يخافوا انها تصفيها الرأسها لا ترفضوا نهائيا كلا سيري فوجي لرأساتك فوجي شوية ورجع وفعلا من اللي وصلت سلو القازا قلبت على الوطيل اللي ستجد سفيده كل عياب اللي تجدو سفيده كل الوقيتها ومن اللي لقيت واحد الوطيل اللي كان راقي بزاف كان غالي قلست فيه سيدة كانت تكتفق الصباح كانت تفطر في الوطيل وكبشت دور وتشمله واحد على البحر منك ترتاح كنت ترجع لبيتها وكتبقى قلست فيها حتى الغدلية عود وكتبقى تدير نفس المسألة وبقيت مستمر على هذا الحال قلست في ذلك اللوطيل مدة خمستاشر يوم قلست في ذلك حتى الغدل واحد النار واحد صباح كانت قلست كانت تفطر ويأتي عندها واحد الولد والد من ذلك اللي يخدمه في اللوطيل بقى يهدر معها ويسألها ماذا تشربه وماذا تخاصك السيدة كانت تسخية معهم يعني كانت تدور معهم مزيان وقد تدور معهم كاملين اللي يجب لها شي حاجة كانت تدور معه وما كانت تحسب يعني بالنسبة لهم كانت هي كليان صحيح يعني كليان اللي كيتهل في ذلك اللوطيل هذا الولد من اللي بدأ يهدر معها حسيت براسها بحلة مرتاحة انها كانت شحال هذه مدوعة مع شيء رح ترنصوتها ما تقالش كانت تسمعه كثيرا هذا الولد يعجبها تخليها للخاطر ما يمس ميتو حمزة في عمره سبع و سترين سنة يعني كانت صغير على سلوها بربع سنين قلت الممور مستمرة هكاك السلوها تعرفت على هات حمزة هاته فلوطيل لأنها كان خدمت مها وكل صباح كان يأتي لخدمة كانت تحضر معها كانت تحضر معها في الهضرة بقوا هكاك تخلي حياتها في قنيترا وتأتي الكازم حمزة شاهد الفلوس وليس لديه المشكل أن البنت تكون كبيرة عليه ومعاونها وسندها وبقى في جنبها وعطاها بعض النسائح وعطاها الوقت ونفحها فعلا أنها خرجت من ذلك القطاع قادلها النفسية ديالها بدأت سلوان نهار على نهار تحسن في صحيحها حمزة كان يخرجها يساريها حتى في الوطل السيدة ومعروفة كل شيء يحضر لها كل شيء يجب نسميتها وحتى لم تتحدث من جهدها بالكضيات والطليا والفلوس المهم كانت مهلية في الخدامة الوطل وأكثر واحد مهلية فيه هو حمزة وقادلوا العلاقتهم كصداق حتى الوحد نهار سلوان ستجلب فلوس التي كانت تبكي في حساب التوفير وكانت وكي تبكي زمان القناترا وكي تبكي البنكة خاصة الفلوس الترانسبور وصير وعجي ومصروف الطريق مهم حمزة يذهب معها وعاونها وخلص على الترانسبور لها ومشهد أرد ضدك الفلوس في كدك الواديعة وخلتهم سيولة فلوس عادية تتحب منهم اللي يبغت هنا حمزة سيعرف أن سلوى لباز عليها عندها فلوس كثيرة وهي عاد ما زاد كبير في عينها حيث زمتق فيها وخلص عليها وعاونها وسمح في الخدمة وسمح في كل شي وجماعاتها القناترا مهم رجعت سلوى معها وهي فرحانة وممشت تطلت على ضرر زمح تسيد عاونها وسمع القصة لها كاملة وكان مواسيها الوقت كامل مهم تطلت فيهم زيان وكانت علاقته بها زادت حسنة مهم بدأت حياة جديدة بدأت حياة بعيدة عن العالم القديم اللي فيه عديل بدأت تنساه حمزة نهار على نهار بدك يتقرب منها ولك يدير بلاست في قلبها السيدرة كانت مجروحة من قبل هو مغايب يقول لي هوا له في الأول غاش يقول لها شيء يتشك فيه وليس أول حاجة هو يطلب منها الزواج نيشان قال لها بأنه عارف بأن والدها لا يقبل به حتى هو سيتخدم في القطع لأنها عاودت له القصة لها مع عديل عاودت له كل وقالت بأن والدها لا يقبل لأن لديه فلوس لا لديه العائلة وقال لها سنزوج ونويك في السر وهذا ينسكن في كازم والدك لا يعرف أوله يعني لا يدون لا يجلب في هذا المسألة حتى تدوز مدة ساعة نصرحهم ونضعهم أمام الأمر الواقع خصوصا لأولدتي السلواء لم يكن لديها شيء مشكل ولم يكن شيء آخر من غير هذا حتى إذا تدوز زوج لديه آخر أكيد سيعرف ماذا لديه وأصلا هي مرتاحة مع حمزة وبغاته وهو قابل إليها بدك شليفها فعلا زوجت سلواء بحمزة في السر وشرعت واحد دويرة في مدينة كازم كعير فعنا بالجميل هاد ضر كتبت هالحمزة بسميته زيما قبل بأنها مشي عضراء وما بغاتش وليديها يعرف أنها شرعت ذلك شليش سجلتها بسميته وسكن قيمة وضيف معها حتى ضمن الضار وضمن الفلوس عاد من بعد ستبتل لها من بعد مدينة الفلوس الذي كانوا عن سلواء قربوا ويتسالها وحتى الخلصة التي تعمل فيها لم يكن كافية هنا سلواء قررت أنها تخرج أتقلب على خدمة قالت لا ما نقلب على خدمة هنا فقط لأن نذهب لقنطرة عند والدها ونسمع في حمزة لم يكن وفضلت أنها تعمل عند الناس وهي رأى عندها الشركة علاقتها وابها لباسة لكن لم تريد لديه لم يكن يتزوج في المدينة فلوسها ونهار تقليم عليها ونهار حمزة قرر يبيع الضار ويبيع التوموبيل ويمشي على خارج ويمشي حمزة احتسل ومشيت والديها على أساس لكي امشي وكان مراس مع واحد الصمصار لكي يبيع الضار ويمشي استغل الفرصة ومشيت مع السيد عند النوطر ويبيع الضار ومشي يقلس عن صحابه وسمحت الخدمة في الوطيل لكي يجي مدلج ومشي يقلس عن صحابه على ما يقاد مسائل لكي يبيع بحلو الخارج سلواج لكي تلقي الضار تباعت وليس لا يساكن فيها من سهولات قالوا لها بأن هذا ما يدازر هذا قانوني الضار أصلا بسمية حمزة قالوا لها ونحن حمزة التي يبيع حالنا أنت لا لا أعرف الدنيا الضار بسلوة وحست بالدقة مضوبلة وهذا الدقة ما يحس بها غير ما يتنصب عليه مبلاغ كبير مهم قد تتقلب على حمزة بحل شي حمق وقد تسول عليه في القاعد البلايس التي كان يعمر فيهم سولت صحابه وليمو اللي فيقل معهم والو السيد بحل بلعات والأرض السيد ضار بحسابه قلت مع صحابه بعاد وليمو اللي فيقل معهم واللي ما عرف هم ما هي أصلا مهم قاد سلوة كاك حتى عرفت أن السيد أخوال البلد نصب عليها ومشل خاليش والمشكلة أنه ما تطلقهاش وحتى أيام قدرش أنها ترفع عليه الدعوة التي تطلق السيدة باقها بغيها وبغات يفسر لها غير علاج دار مع هاتش العلاقة اللي نفشلت السيد كان طمح فيها وسمح فيها تخلع لها العلاقة التانية نفش وبجوج بهم كانوا عارف الظروف وهذا الثاني عارف الظروف اللي مرت بها معادل وعارف الأسرار ريالها وعارف أنها فقدت العدرية معادل مهم تدقجتها صعيبة من حمزة رح حمزة اللي دار فيها كثير من اللي دار العادي حمزة رح تزوجت به وكانت دائرة في اتقي كاملة وعطت ورزقها كامل ما دارش بدأ المثل كيقول اللي عضل حنش كيخاف من الحبل دارت نفس الخطأ ورجعت سلوى الضرب في قناة روه هي محطمة كلها وهذا المرارة من الشيغي دخلت في أكتئاب وصافي السيدة مرضة مرضة خائبة والدوها والدها يجري بها الكلينيك والدوها الأطباء ديال الأمراض النفسية وبقى سلوى مود دوهية كالتعج حتى ولا تلابس شوية ولا تلابس رب بعد مدة طويلة الخناج الأدوية خرجت ورجعت لحياتها الطبيعية رجعت سلوى لخدمتها ورجعت لشركة بقى سلوى ما عودت لهم ذلك الشيء كامل اللي وقع معها كانت كتقول لهم غير ما كانت تخش في التفاصيل كما عندهم ما يدير الحملة خناج يجزون مالي وقفوا مع عائلتها حتى رجعت صحتها النفسية وسمحوا على كل ما قدرت بالأخبار من بعد ثلاث سنين على اختفاء الحمزة وحد النهار ستصل بها بأحد نمر غريبة من التي جاء تجد حمزة سهول فيها وما يجب إلى آخر عاود بغير من الشبكة سيدة لم تصدمت لا تحرك فيها وهلو عملت برود حيث صدمت التي تلقيت لهم في حياتها كاملة تجعلها قوية وحتى العلاج الذي كانت تعالج به ونفحها ونفحها تفكر ألف مرة قبل أن تتقف شيئا أضر أعاد السلام وعليكم السلام سيطلب منها حمزة أنها اطلق معها لكي يصفي العلاقة التي بناتها بحكم أن مازال مزوجين في الورقة سلو وقعت كتب عليه وقال تقول بأنها ما زال تبغيه ما زال متعلق به ما زال ما زال لم تنسعته السيد روخ سمح فيها وخلاها قلت له أنا مسامحك ومستعد أن تفعل أي شيء لن ترجع معك ولكن في الواقع إذا كانت ستستدرجوا ستجيبوا لعندها سأعود إلى التحقيقات للبوليس مهما بعد حمزة مقتول في هذه البلاسة وجدوا عندهم في البصداء واحد لاكارت سيجور لاكارت سيجور لكارت سيجور في الخارج في هذه البلاد التي قادلتها لم يتحركوا في هذه البلاد التي يشعروا فيها على خطرهم وقلوا عاود لكارت ناصيونال لحمزة من الذين يشعروا العنوات التي لديه في البطاقة الوطنية التي أصلا كانت في مدينة كازا وقلوا أن موحد السيد وهو مراته من الذي يسعروا لحمزة قالوا لهم أن السيد الذي يتماع هذا السيد قالوا أنا أخوه صغير وإخوه حمزة رأيش في الخارج ورعت جهد الأيام من المغرية عارفوا من هذا بأن حمزة لم يكن لديه والدي والدي رمطف من الذي كان مازال صغير حمزة كان لديه أخوه كبير من زوجين وعند أخوه صغير البوليس سيعلم أخوه بالوفاة ويدي مع أخوه صغير لك تعرف على حمزة أخوه كانوا مصدومين هذه حمزة لم يكن في الخارج أكثر من ثلاث سنين ما حال ما رأيته وإن دخل المغرب ويقلس معهم مات وهو تقتل هذا يجب لم يدخل للعقاء النهائي ما يريد في قناترا أصلا وكذا ما يريد يريد قناترا فعلا أخو حمزة صغير ومع وبدأوا معه التحقيقات سؤلوا إذا جاء حمزة رضرة المغرب قال لهم بأنه جاء يالله تكون 20 يوم وراء كان أول لكي يدخل هنا تزوج بأحد البنت من العائلة البنت كان معها على تواصل من الذي كان تم المعلومة المهمة التي عرفها البوليس من الخود الحمزة هو أن حمزة تزوج بأحد سيدة من المدين القنادرة ولكن زوج بأحد غير بالسل غير تخبيع لوليدها وأن حمزة من صغر وهو الحلم أن يمشي على بره وذلك الشيء من السيدة أشرت لها الدار وكتبت باسميته باح ها ومش الخارج البوليس قال لهم لكي ندر مع مراته هذه المرأة المقنادرة ومش طلقها أو كيف كانت حمزة أنه بعد دار واسمح فيها في المغرب وما قال لها نهائيا عن نوادي له خلتها تمشت عند والديها وبعد دار وبعد طموبيل له وزعت البوليس عرفوا أن هذه الجريمة ستكون مراه مراته غالبا انتقمت منه حتى تلها رزقها واسمح فيها وأكيد ستبغي غير إمتد حمزة للمغرب لكي خصوصا أنها تريد انتقم منه حتى تنصب عليها وإنها الضار وإنها الفلوس وغالبا هي التي اشترأت للطموبيل وبدأوا البحث لهم على هذه البنت التي كان يتزوج بها البنت جديدة كزاوية هذه البنت ستقول لهم أن حمزة ستعرف أن يتزوج مراته الأولى في الورق وأن كان بغير يدخل المغرب يتلقى مع مراته الأولى لكي يتضم على الأمور ويتلقها لكي يتزوج هذه المرة الأولى يحاول أن يجلس معها لكي يتلق بجوجبهم هذه البوليس أكدوا أن حمزة 100% سيكون مشاعن سلوى القنادرة وغالبا هي صفاتها له أرجعوا للمحكمة ومن العقد الزواج أخذوا العنوان سلوى مباشرة يمشوا لديهم الفيلا لكي ينفق العدرة أعتقلوا سلوى وضعوها مع المركز وبدأوا التحقيقات معها أعطوها اتهام مباشر بأن هي التي قدرت حمزة والسبب كان واضح بعين سلوى في الأول كانت تنكر أنها شافته أو تلقيت السيدة تقول أن حمزة سمح في هذه ثلاث سنين وقال لها الضار في أمريكا يعني كلامها للبوليس كان في شكل حسوا بأن هي مولاة المشكل السيد لم يكن لديه شيء من غير ها في نعيد ها ماذا سلوى سلوى تعلم أن كانت مريضة وتعالجت وباقي العلاج لديهم مستمر يعني لاحظوا أن السيدة ترعد بحل مرتبكة البنت لم يكن متوازنة نهاية في كلامها لذلك سيضغط لها جيد فاللخر يوم وعط عطار لهم كل سلوى بأن هي التي قتلت حمزة أن تصل بها مور مجر المغرب و لم يكن الحق عليه سلوى أن يأتي لأن يأتي لها القنطرة لك يصفي هذا الذي كان بيناته و يأتي حمزة القنطرة و اطلقت به سلوى 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 و يتزوج و يتزوج سلوى سلوى لأنها تكون قافية ولكن في الخصافة وافقت أن يتفرق و سلوى و اعتذر إلى المكان سلوى لأن لا يتحش برس و سلوى سلوى حمزة هبط في البلاسة لم يكن أعرف أنها جيدة لتصفي لها أي البلاسة لم يكن لا يوجد الناس سلوى فيها جبت الموسو ضربته ضربة 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 قوية ومن بعد ما تأكدت أن السلوى هربت من القاسحة ولكن ضربة الصعبة الصعبة بالنسبة لم يكن دار السيدة بحسابها لا تعلم من الغلط تقدمت سلوى لعدالة والمحكمة محكمة لعب المؤمن سألنا سألنا القصة اليوم أتمنى أن تكون فيها عبرة لك كاملة لأنك خطأ ممكن تديره أو تعاوده لكي يستطيع مهم الله يكتب علينا مكاتب الخير لكي نظل عيب العيد الله يرزقنا حسو الخاتمة ويجعل أخرنا يجعلنا خفاف ويجعلنا خفاف أقلوبكم ويرزقنا الصحة والسلامة والعمر والفلوس الحلال أخوتي أخوتي تنزل بخير تقودنا إن شاء الله في نفس الموعد صلى الله